لا يمكنك إلا أن تفرح لحدوثه خاصة إذا كنت تقتن مدينة دمشق مشهد ثقافي غاب قصراً عن الساحة العلمية السورية ليعود بعد انقطاع دام خمسة أعوام كبشرى خير للكثير من السوريين الذين اعتادوا زيارته في كل مرة أنه يقام بعد هالأربع سنين أو خمس سنين هو مؤشر كثير جيد طبعاً لعابدة سورية لتأخذ دورها على جميع الأصعادة خاصة دورها بالمجال الثقافي معروف طبعاً الكتاب السوري عمستوى الوطن العربي معروف وإله وإيمته ومكانته يعني هي مبادرة رائعة أنه رجع بعد فترة الأنقطاع هاي يعني يريد يظل مكمل كمان من هيك وعلى أوسع من هيك كثير حلو أنه فيه تتطور منحس أنه ممكن أن يكون فيه أمان أنه بإذن الله حتجع تعمار بلدنا وحترجع الثقافة تنتشر طبعاً نحن مشاركتنا من زمان يعني كانت موجودة من قبل الخمس سنين ورجعنا طبعاً بعد إحياء المعرض من أول وجه دي طبعاً الأقسام متنوعة بين الثقافي بين ديني بين علمي هلا تقريباً كتب البشترية طبية وفيه كتب فلسفية المعرض كتير يعني رائع ومتناول كل الفئات الشباب الأطفال يعني لقينا كتير خصة من الأطفال بشكل كتير كبير طبعاً مهمة لتنشئ جيل عيد أعمار سوريا إن شاء الله بالمستقبل هي شغلة مهمة يعني اليوم المعرض أقبال طبعاً ما بعتقد حداً ما زار المعرض الأقبال كتير كبير كان يعني بس اللي ما زار راحت عليه يعني المعرض تخطوة كتير حلوة وخاصة أنه رجعه إلى جديد يعني تتنوع الكتب بين أروقة المعرض مع تنوع الدور المشاركة فبين الكتب والروايات العالمية المترجمة تستفو كتب الأدب الدين والسياسة إضافة إلى كتب الأطفال والمراجع العلمية التخصصية في مكتبة الأسد الوطنية ولغاية الثالث من شهر أيلول لا بد أن تجد ضلتك عندي الأدب العالمي كتير عبي ناس عبت تشتري يعني الأدب الكتب الأدبي وكتب السياسي كمان يعني في عليها أقبال وبالذات يعني من فئة الشباب أنا مبسوط من هالمسألي بما أنه يعني طالبة جامعة كنت حابة كتير دور على روايات بشكل عام بعدة أدب يعني الأدب البريطاني أدب روسي فيه الأدب كمان العربي شفنا كتير من دار الفرابي وغيرها يعني أنه لقينا كتير يعني اللي إحنا بدنا إياه يعني اللي عم ندور عليه عم تنطلب أكتر شي عنا الروايات الروايات العالمية وخاصة لها جيل الشباب عم يجو كتير يسألوا عنا في كتب نوعب كل الأخصام كتب دينية تاريخية فس عنا نحنا روايات عالمية أكيد في حسومات لكن يعني فيه فرق بين لما كنا نضرب الدولار بخمسين ليرة بينها اللي عم نضربه بخمسمائة ليرة يعني فرق كبير هو المعرض حلو كبير يعني أحيانا بدور على تلوين وقصص يعني بس الأكتر بدور أحيانا على قصص هاي اليوم الرابع نحنا بساتنا عم نتفاجأ بالعدد الكبير بالإقبال على الكتاب بشكل عام وعلى أسس الأطفال بشكل خاص نسبة للكتب موجودة عنا متخصصة بالعلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة والهندسات بفروعة بإضافة إلى الرياضيات والعلوم التقنية التانية وعلوم الأغذية يشكل المعرض منذ طلاقته حدثا ثقافيا هاما وملتقى فكريا دوليا إلا إن إقامته في هذا العام له مدلولات حملت معاني الصمود والإصرار على متابعة الحياة اشتركوا في القناة